ده كلام مهم جداً لكن كمان تكريماً وتقديراً لأبطال الدهب اللي فازوا لمصر بالدهب سيف عيسى في زهبية التايكوندو في وزن 80 ونعمة سعيد زهبية وزن 71 في الخط في رفع الأسقال وكمان جابت نعمة سعيد زهبية الكلين وزياد السيسي جاب زهبية السلاح ويسري حافظ زهبية وزن فوق 91 كيلو جرام ملاكمة بسانت حميدة لعبة نادي الجيش بالإسكندرية فازت بزهبية 200 متر عدو وأيضاً بزهبية 100 متر عدو محمد عبد الموجود زهبية وزن 66 كيلو جرام في الجودو وعمر رضا زهبية 74 في المصرع الخرة منتخب سيدات تنس الطاولة الميدالية الزهبية وفي ريال أشرف زهبية وزن 68 كارتيه ويوسف بده وزهبية وزن 84 كيلو جرام كارتيه ده الأصحاب الدهب فيه طبعاً أصحاب الفضة والبرونز لكن زي ما قلتلكم أو زي ما أشار المهندس عادلي التأدير والتحية للجمهور الجزائري لأنه موقفه من مسندة البعثة المصرية الروح الطيبة جداً اللي أبداها الأشقاء في الجزائر تجاه الأبطال المصريين فاكرين لما النادي الأهل راح لعب في الجزائر شفتوا الروح حتى لما رأيس نادي وفاق ستيف دي مصر نعمة سعيئة قلت غلط صارة دي بتاعة الواسب الطويل نعمة هي اللي خدت اتنين دهب فلما النادي الأهل اهتم ببناء أو إعادة العلاقات الرياضية الطيبة مع الأشقاء في الجزائر قلنا دي خطوة يتبين عليها لأنه الاستقبال الطيب والحفاوة الطيبة والتأدير المتبادل كان لازم يتبين عليه مع أول بعثة رياضية مصرية سافرت للجزائر في وهران شفتوا الحفاوة والتأدير والتشجيع من الجمهور الجزائر الشقيق للبعثة المصرية وهي دية الرياضة ودية رسائل مثل هذه الدورات سواء على مستوى ألعاب البحر المتوسط أو الدورات الأفريقية والعربية